وقتها لدرجة أنه حتى الناس طالبت بمقاطعة الانتخابات أيضا شوفي مسألة على عجالة مسألة الكورونا ترى القاعدة الأساسية في مقاومة هذا الوباء هي وعيد ناس يعني أريد أن أحكي لك شغلة ليس على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم أحيانا أنا أحب سرك الحيوانات وبسرك الحيوانات الإنسان استطاع أن يقتل غريسة الأسد في الافتراس ويجعله يعمل حركات أكروباتية أو بهلوانية العالم استطاع يقتل غريسة التمساح الدب القطبة إلا الحمير الحمار ما دخل في السرك لأن الحمار هو حمار إحنا أزبتنا أزمة الوعي في معالجة الكورونا هي ذاتها أزمة الحمار في السرك يعني الأزمة الحقيقية هي أزمة الشارع أزمة قدرة الإنسان يعني شوفي الكمامي تقي بنسبة 95% وسائل الحماية الشخصية تقي بنسبة 95% بس المؤسس يعني أنا آسف آسف على المثل بس لا هو يعني أنت المثل يعني ضربت الجميع أنا سر 8 عارفة الآن لازم اعتذر لمين ولا مين يعني على نظرية الحمار في السرك اللي يعني شبه فيها كثيرين على مستوى شوفي على مستوى العالم كل النظريات الطبية تؤكد أن الكمامة تقي بنسبة 95% والنظافة الشخصية كذلك لكن العالم البشر رافضين هذه المسألة ففي النهاية انتشار الفيروس هو جهل بشري يعني هو جهل بشري فيه عقل بشري رافض يتقب شوفي الوعي لا يفرض فرض على العقل يعني الدولة ليش تلجأ للحظر لأنه أحيانا الناس مش قابلة تتعاطى مع الوعي مش قابلة تتعاطى مع الإرشادات فالدولة شوفي العالم صار أشبه بالسرك يعني بيحشروك بالمسا بيطلعوك هذه مسألة ترى فيروس الغباء والجهل أحيانا أخطر من فيروس الكورونا ولما يجتمع الغباء والجهل مع الكورونا الله يبسطك دائما لما يجتمع الغباء بده يصير حالة تفشي هلا شوفي لما تشوفي أمريكا تسعين ألف حالي تسعين ألف تسعين ألف حالي في أمريكا بطلع على الإعلاب الأمريكي كلهم حظن وعناق وبوس طب ربنا قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ترى فيروس الجهل والغباء والله أخطر من فيروس الكورونا وإحنا عنا حالات يعني طبعا في النهاية مجالس النواب والشوارع يعني في العالم العربي ولن تفرز ألبرت أنشتاين ولا جان جاك روسو يعني معروف شو مجالس النواب يعني في كل منتجاته في كل العالم العربي لكن في النهاية طبعا هذا رأيك شخصي وصراحة فيه تعميم لا أنا بحكي عن العالم كله لا أخصص يعني نظريت السرق يعني ممعقول العالم كله بينطبق عليه نظرية الحمار في السرق يعني مم لا لا فيه جزء شوفي أجمل الروايات هي الكتبت على لساد الحيوانات كليلة ودمنا أنيمالز فارم جورج أورويل يعني شوفي كليلة ودمنا هي معبرة أحيانا بس يعني أحيانا أنا بسأل كنت أسأل هذا السؤال طب ليش ما بدخل هذا الحيوان في السرق لأنه فيه في عقله فيروس غير قابل للترويض أو التعلم هلأ البشرية جمعاء أزمتها أزمة وعي يعني الأزمة مش بالفيروس هي الأزمة بالوعي بالتعامل مع الفيروس أنا لا أقصد مجتمع بعينه بس العالم كله اطلع على التلفاز الألباني بحكي عن الوعي تلفاز الفرنسي بحكي عن الوعي لا لا هي في موضوع كورونا بشكل عام أثبت الموضوع أنه يعني فيه أزمة عالمية ليس مسألة شعب أو بلد معين على المهم نحن بنشكرك على ترى وتزايد الإصابات سبب الجهل سبب الرئيسي هو الجهل وصلت فكرتك هذه وبنشكرك على هذه المداخلة وعلى مشاركتك معنا نظرية الحمار في السر كان معنا من عمان الكاتب الصحفي عبدالهادي راجي المجالي شكرا لك شاید يذاحب أهم لك شاید ينبح أهم لخصوراً، شایدوا لخصر شایدوا لخصر شایدوا لقاء جاُو لاستالة حمار بشكل عام شایدوا لخصوراً، انتم تم قاميش شایدوا اهم هست Houston